سابقة الزواج المدني في لبنان هل أجهدت في مهدها تقرير جوالة زيدي؟ خلود ونضال كان يعرفان العراقل التي سيواجهانها حين قرر عقد زواج مدني في لبنان فهذه السابقة اصطدمت بموقف سلبي من رئيس الحكومة ناجيب ميقاتي وبالرفض القاطع من قبل رجال الدين في مقابل الموقف الإيجابي لرئيس الجمهورية ميشيل سليمان وزير الداخلية السابق زياد بارود يعتبر هذه الخطوة خرقا لجدار المراوحة في موضوع الزواج المدني ولكن هل يمكن القول أنها أجهدت في مهدها؟ برأيي هذا العقد هو عقد مكتمل صدق عليه كاتب عدل وشغلته كاتب العدل صدق عتوائيا السؤال هو هل هذا العقد كافي لمفاعل الزواج يعني للبنوة والمفاعل المادية والإرث والوصية هذا السؤال بحاجة لأجوبة بس العقد بمبدأه ساعة لحدا مثل العلامة الأنوني إبراهيم فضل الله بيقول أنه هذا عقد مكتمل وهذا عقد صحيح ما بعتقد فينا بسهولة نقول أنه العقد بحد ذاته بمبدأه في جدل حوله في جدل نعم حول النظام القانوني الذي يخضع له العقد في غياب نظام قانوني للعقود المنظمة في لبنان علما أنه للتذكير نحن بنقبل بكل العقود عقود الزواج يلي معقودة خارج لبنان حان الوقت لتنظيم الزواج المدني في لبنان فهذا حق المواطنين حسب بارود هالناس عم بيستعملوا خيار عطاهم يد دستور اللبناني حرية عطاهم يد دستور اللبناني عم بيطبقوا قانون موجود من سنة ستة وثلاثين وما بعتقد فينا نظلنا بعد سنوات كتير لقدام نرفض لللبنانيين يكون عندهم هيدا الخيار في الداخل اللبناني بالوقت اللي عم نسمح لهم فيه في الخارج طبعا الدولة اللبنانية عندها سياسة بتقول أنه ما بدنا نفتح الباب ربما بس هذا ما بيمنع كمان أنه فيه القرار ستين لامريب سنة ستة وثلاثين فتح هيدا الباب في حدا لازم ينظمه لا يمكن إغلاق هذا الباب والقول أنه ممنوع ينعقد زواج مدني في لبنان المطلوب تنظيمه وهيدا مناسبة ولازم اتخذها الدولة اللبنانية إيجابا تتلقفها وعا أساسها تعمل تنظيم لهذا الموضوع ماذا لو كان هناك أكثر من نضال وخلود وتكرر هذا الموضوع وانفرض أمر واقع شو بتعمل الدولة اللبنية بتقول أنا ما إلي علاقة وماذا عن الطائفية التي تقف عائقا أمام تنظيم قانون الزواج المدني أنا سؤالي أنه كيف نقدر نحمل تنوع على مستوى 18 طائفي ونرفض تنوع على مستوى الطائفة 19 أنه 18 طائفي ماشي حالهم متفقين ماشي حالهم يعني متفقين أنه يعيشوا وكل واحد عنده أنظمته بس 18 متفقين أنه هالطائفة 19 ما يكون عنده شيء يدافع بارود عن حرية منحها الدستور للبنانيين فالزواج المدني له علاقة بالحريات الفردية ولا يمكن برأيه الاستمرار في مواجهته بالرفض اشتركوا في القناة